ترأس بقصر الديمقراطية رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي مناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الأطفال الذي يصادف العشرين من نوفمبر من كل عام تقرير أدم حنافي فاضل يعتبر العشرون من شهر نوفمبر لكل عام هو يوما عالميا يحتفل به لحقوق الأطفال وذلك من أجل رفع معنوياتهم ومشاركتهم في كيان المجتمع لذا نظمت الجمعية الوطنية هذه المناسبة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية اليونسيف وذلك من أجل تقاسم الأطفال فرحتهم في هذا اليوم رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبدي والذي قال في خطابه أثناء المناسبة إن الأطفال هم جيل الغدع وأسس التنمية البشرية وهذا ما يجدر بنا أن نتقاسم الفرحة معهم ونقدم لهم توصيات ترفع إلى الجهات المغتصة بهم وذلك من أجل تكوين الأطفال في عدة مجالات كالتعليم والصحة والتربية والعيش الكريم من جانبه عيسى مردو رئيس الشبكة البرلمانية من أجل التنمية للسكان في كلمته الترحبية بهذه المناسبة قال إن الأطفال يمثلون الجزء الأكبر من تكوين المجتمع في شتى جوانبه كما أنهم يوصفون باليوم الصغار وقدا كبار لذا ينبق من الكل أن يأخذ الاهتمام بهم من أجل تكوين حياتهم المستقبلية وإن الاحتفال باليوم العالمي للأطفال هو جاء ضمن نصوص القانون الواردة من أجل الدفاع عن مصالحهم وذلك تحت عنوان الطفل مصان قانونيا هذا هو الأمر الذي جاء بالأطفال البرلمانيين في أعمال السلطة التشريعية وزيرة المرأة والطفولة والتضامن الوطني كأيليزابيتا أشارت في حديثها قالت إن سمار الأمة هو الطفل والوزارة تعمل دوما من أجل الرقي بالطفل صحيا واجتماعيا وواصية أهالي الأطفال بضرورة تربية الأطفال وخاصة في مجال التربية والعناية بكل ما هو ممكن وذلك من أجل النهوض بهم إلى مستويات أفضل